اشتركوا في القناة اليوم سنتحدث عن محورين أساسيين من محاور هذا الدرس الأول سنتعرف على مفهوم التفكير الإيجابي والمحور الثاني مقومات التفكير الإيجابي طبعا لماذا اكتفينا اليوم بمحورين لأن هذا من الدروس الطويلة فسيكون معنا هذا الدرس ونقسم هذا الدرس على أربعة أجزاء حتى يسهل حفظه وفهمه لجميع أبنائنا الطلاب وقبل أن ننتقل إلى مفهوم التفكير الإيجابي بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعة العلوم الإسلامية عبر الواتس أب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله وكل المادة المعروضة موجودة ومطبوعة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن ومع المحور الأول وهو مفهوم التفكير الإيجابي ما المفصود بمصطلح مفهوم التفكير الإيجابي يقصد بالتفكير الإيجابي هو أسلوب في التفكير يقوم على التفاؤل والأمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية لتحقيق السعادة في الداري إذن من خلال هذا التعريف قبل أن نحفظ علينا أن نفهم التعريف أولا أول حاجة يقوم هذا التعريف على ثلاثة عناصر أساسية ما هو مقدم التعريف هو أسلوب من أسليب التفكير هذا واحد أسلوب من أسليب التفكير ولكن هذا التفكير حسن وليس تفكيرا سيا هو من التفكير الحسن الذي يتوصل إليه الإنسان إذن هذا التفكير يقوم على أساسيات أساسيات هذا التفكير التفاؤل الأمل الخير المحبة وكلها من المعاني الراقية وكلها من المعاني الحسنة والبعد عن التفكير في السلبيات وفي الأمور السلبية مثل اليأس والقنوط والسلبية هذه العنصر الثاني من عناصر التعريف ما هو الهدف من هذا الأسلوب بالتفكير بالتفاؤل والأمل والبعد عن اليأس والقنوط الهدف من ذلك هو تحقيق السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة هذه النقطة الثالثة هذه النقطة الثالثة عفوا ثلاثة لتحقيق السعادة في الدارين إذن صاحب التفكير الإيجابي سوف يسعد في الدنيا وسوف يسعد في الآخرة إن شاء الله تعالى هذا هو المحور الأول ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محور الدرس اللي هو مقومات التفكير الإيجابي نقصد بالمقومات يعني يقوم التفكير الإيجابي على أساسيات أربعة على أساسيات أربعة كل واحد فيها يدعم التفكير الإيجابي إذا وجدت هذه المقومات ووجدت هذه الأركان الأربعة كان الإنسان مهيئا لأن يكون تفكيره تفكيرا إيجابيا إذا انعدمت أو انعدم بعضها أو جزءا منها أو لو واحدا منها معنى ذلك أن التفكير عنده لم يكتمل ولن يكون إيجابيا أول هذه المقومات وهي مقومات التفكير الإيجابي الإيمان يعني التصديق بالله عز وجل ومعرفة الغاية يعني الهدف من خلق الإنسان يعني الشرح لهذه النقطة أني شرحها بعبارات بسيطة جدا بالإجابة عن التساؤلات التي تحير عقله طبعا كل إنسان فينا في عنده أسئلة يخفيها يعني كيف من خلقني من أين جئت وكيف جئت ولماذا جئت وما هو المصير وما هو المستقبل فلما الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويعرف الغاية التي خلق من أجلها يستطيع أن يجيب عن كل هذه التساؤلات التي تحير عقله ويعني باقي في نفسه بالإجابة عن التساؤلات التي تحير عقله من أنا ولماذا خلقت وما هو الهدف من خلقه اللي هو عبادة الله وطاعته لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنه مكلف بعمارة الأرض هذا هو الهدف الذي خلق الإنسان من أجله عبادة الله طاعة الله ومن أجل أن يعمر الأرض ويكون مسؤولا عنها إلى الأجل الذي أجله الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مدل على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي وهو اليمن بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان الآية الثانية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أيضا مدل على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي وهو الإيمان بالله ومعرفة الغاية التي خلق الإنسان من أجلها إذن هذا هو المقوم الأول طيب ما هو أثر هذا المقوم على سلوكيات ونفسية الإنسان يدفع الإنسان إلى العمل الصالح بما أنه استطاع أنه يجاوب عن كل التساؤلات التي تجول في خاطره إلى الآن يستعد للعمل ولا يشغل نفسه في البحث عن إجابة لها فينشغل بالعمل الصالح ويحيى حياة طيبة سعيدة لأنه سوف يحيى حياة آمنة وسوف يطمئن على مستقبله إن آمن بالله وعمل صالحا هذا هو المقوم الأول من مقومات التفكير الإيجابي ننتقل الآن إلى المقوم الثاني وهو فهم الذات ومعرفة قدراتها لازل الإنسان يعرف ذاته يعني يعرف نفسه وأيضا يعرف القدرات التي وهبه الله عز وجل إياها ومن أعظم من أجل هذه القدرات التفكير وحسن الاختيار الذي هو موهبة من الله عز وجل وهبة من الله عز وجل للإنسان وهب الله عز وجل الإنسان القدرة على التفكير فهي من نعم الله عز وجل على الإنسان ومن خلال هذا التفكير يستطيع الإنسان أن يحسن اختيار دينه المناسب ويحسن اختيار نمط الحياة التي يعيش فيها طبعا حرية الإختيار يعني ما هو السبب لتحمل مسؤولية إعمار الأرض فبما أنه أو بما أن الإنسان يفكر ويتحمل وأيضا له حرية الإختيار فهو في حرية أو هو يستطيع أن يتحمل مسؤولية ما وكله الله عز وجل به من عمارة الأرض قال الله عز وجل مبينا نعم الله عز وجل على الإنسان وعلى بني آدم ولا قد كرمنا بني آدم يعني ولا قد فضلنا بني آدم وربنا عز وجل أكرم وأعطى بني آدم من القدرات ما لا يوجد عند غيرهم من المهلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بالمراكب التي يسرها الله عز وجل للإنسان أو يسر الله للإنسان أن يستخدمها أو أن يصل عليها أو أن يستكشفها وحملناهم في البر والبحر يعني بمراكب البر والبحر ورزغناهم من الطيبات كل أنواع الطعام والشراب وأصناف الطعام والشراب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالإنسان هو من أفضل الكائنات التي خلقها الله عز وجل وقد يكون الإنسان أحيانا وفي بعض الأحيان أفضل عند الله عز وجل من الملائكة عليهم السلام طيب لو أخذنا هذا الفرع ما هو أثر استشعار هذه النعم له نعمة التفكير ونعمة التفضيل ونعمة أن الله عز وجل رزق الإنسان من الطيبات وحمله في مراكب البر والبحر ما أثر استشعار هذه النعم في عنا أثرين يعني في عنا نتيجتين لهذا الاستشعار الأثر الأول أنه تزداد ثقته بنفسه وذاته يعني فهو مخلوق له قيمة عند الله مخلوق له قيمة إذ أن الله عز وجل فضله على جميع الكائنات الحية وبما أعطاه الله عز وجل من هذه المواهب وهذه النعم فهو يعتبر يعتبر نفسه أنه مهم في نظر الله عز وجل ثانيا فيقوم بمهامه خير قيام من الأعمال والفرائض والمشغليات والواجبات التي عليه إذن تعرفنا الآن على مقومين من مقومات التفكير الإيجابي نعتقل الآن إلى المقوم الثالث من مقومات التفكير الإيجابي وهو حسن الظن بالله والتفاؤل والأمل حتى يكون التفكير الإيجابي اللاجب للإنسان يحسن الظن بالله يعني يعتبر أن كل ما أصابه من عند الله عز وجل فهو خير سواء يعني عرف الإنسان الحكمة أو لم يعرفها ففي كل خير قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فإن أصبته سراء الشكر فكان خيرا له وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأن المؤمن تفكير إيجابي ومش تفكير سلبي مثل باقي الناس فإذن حسن الظن بالله أن الله ما أراد بالإنسان إلا خيرا والتفاؤل والأمل يعني الإنسان وإن أصابته ضائقة وإن أصابته مشكلة وإن أصابته ضيق في الحياة إنما ينتظر الفرج القريب فإن مع العسر يسرى إن مع العسري يسرى علل ذلك لأنه يوجه الإنسان إلى الإيجابية يعني حسن الظن والتفاعل والأمل يجعل سلوكيات الإنسان وإخلاق الإنسان كلها إيجابية فيها طموح وفيها عمل وفيها تفاني في إعمار الأرض والإنسان يأتي بالنفسه أنه على ثغرة من ثغور المجتمع فلا يقصر أبدا في الحقوق والمسؤوليات التي عليه ويحقق له الخير اللي هو بوجود حسن الظن والتفاعل والأمل الآن نأخذ نموذجين من نماذج الأنبياء عليهم السلام في حسن ضمنهم بالله عز وجل ووجود عنصر التفاعل والأمل فيهم فنبدأ أولا بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يحسن ظنه بالله عز وجل رغم أصعب الظروف كيف يكون ذلك؟ كان دائما التفاعل بالرغم من كثرة الصعوبات التي كانت تواجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ولبقرة السيرة النبوية يرى ذلك عيانا وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك ومع أنه مؤيد من عند الله كان يأخذ بالأسباب وكان يكرر المحاولة لأكثر من مرة بلا يأس ولا إحباب ما هو السبب الذي أدى إلى وجود هذه السلوكيات للرسول وهذه الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ظنه بالله وأن الله عز وجل سوف ينصره وأن الله عز وجل سوف يعز دينه وسوف ينصره على القوم الكافرين وكاد دائما التفاعل والأمل صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينة ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه خباب ابن الأرد رضي الله عنه يشكو له ظلم المشركين له وتعذيب المشركين له بقسوة فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا بأن الله ناصر دينه فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الأمر يعني الدين الإسلامي حتى يسير الراكب يعني المسافر من صنعاء إلى حضر موت لا يخشأ الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون هذا الحديث يدل على مقوم أساسي من مقومات التفكير الإيجابي وهو حسن ظن بالله والتفاعل والأمل إذن هذا هو النموذج الأول من نموذج الأنبياء عليهم السلام وهو حسن الظن بالله عز وجل النموذج الثاني وهو سيدنا يعقوب عليه السلام حسن ظن الأنبياء بالله عز وجل ونأخذ نموذج آخر وهو النبي يعقوب عليه السلام حينما فقد ابنه يوسف عليه السلام ففي خلال أربعين سنة من الفقد لسيدنا يوسف لم يصيبه اليأس ولم يصيبه الإحباب وظل متفائلا أن الله عز وجل سوف يرد له ابنه فممكن لخص ما قلناه الآن فعندما فقد نبي الله يعقوب عليه السلام والده يوسف حزن حزنا شديدا لكنه لم يفقد الأمل فجاءه البشير بخبري ولديه اللي هو يوسف بن يمين وأخيه فقال وأثبت الله عز وجل قوله حتى يعلمنا درسا في التفاعل وحسن الظن بالله عز وجل وهذا أحد عناصر التفكير الإيجابي فحينما أخبره أبناؤه أن أخوهم الثاني أخذه العزيز واحتجزه العزيز عنده قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يعني لا تقنطوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون وهذه الآية دليل صريح على التفاعل وعلى الأمل وحسن الظن بالله عز وجل آخر مقوم من مقومات التفكير الإيجابي وهو المقوم الرابع الرغبة في التغيير نحو الأفضل دائما الإنسان الإيجابي من المقومات الأساسية في شخصيته أنه دائما يحب التغيير ويحب التطوير ويحب أن يغير كل العادات السيئة إلى عادات حسنة ويحب دائما أنه يغير من حوله سواء من زوجه أو من أولاده أو من أصدقائه فدائما يحب دائما التطوير ويحب دائما التغيير فإذا كان هذا السلوك وهذا المقوم في الشخصية فعلم أنه عنده تفكير إيجابي فبين الله تعالى طبعا هذا شرح للمقوم الرابع فبين الله يعني وضح الله عز وجل أن تحسين الحال لا يكون إلا بالتغيير الإيجابي للنفس ابتداء يعني لا يمكن للإنسان أن يغير ما حوله حتى يغير ما في نفسه فيبتد عن المعاصي ويحولها إلى عادات حسنة أو إلى طعات يغير الصفات السلبية التي عنده إلى صفات أو إلى أوصاف حسنة يغير الأخلاق السيئة إلى أخلاق حسنة يبدأ أول شيء بالتغيير بنفسه هذا هو الذي سيكتسب شخصية التفكير الإيجابي فممكن يكون قائد ويمكن يكون بمجرد النظر وبمجرد السمعة والسيرة الحسنة والقدوة يستطيع أن يغير من حوله من الناس فقال الله عز وجل مبينا هذا المقوم من مقومات التفكير الإيجابي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني لن يتغير المجتمع حتى يبدأ التغيير من ذات الشخص فإذا أنا تغيرت وأنت تغيرت وهي تغيرت وجميع الناس تغيروا فبالحال هاي سوف نجد النقلة النوعية في المجتمع هذه أربع مقومات أساسية من مقومات التفكير الإيجابي نكمل الدرس إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني بإذن الله تعالى خلينا الآن نستعرض مع بعضنا الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة ومع السؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة يقول السؤال يدل قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ركز على كلمة خليفة على مقوم من مقومات التفكير الإيجابي ما هو يترى هل هو فهم الذات ومعرفة قدراتها خيارا خطأ هل هو حسن ظن بالله تعالى والتفاؤل خيارا خطأ الرغبة في التغيير نحو الأفضل خطأ الإيمان بالله تعالى ومعرفة الغاية لماذا أراد الله أن يجعل الإنسان خليفة إذن هذا هو الهدف من خلق الإنسان أن يجعله خليفة حاكما مسؤولا على الأرض لكي يعمرها بطاعة الله وبعبادة الله عز جل إذن الخيار الصحيح هو الخيار دال الإيمان بالله تعالى ومعرفة الغاية من خلق الإنسان باء في قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقومنا الآن تكلمنا عنها حتى يغيروا إذن لا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم مقوم على مقومات التفكير الإيجابي ما هو يترى هل هو حسن ظن بالله تعالى هذا ليس له علاقة فهم الذات ومعرفة القدرات هذا ليس من الخيارات الصحيحة الرغبة في التغيير خلص هيها من بين التغيير حتى يغيروا لا يغير حتى يغيروا إذن من مقومات التفكير الإيجابي الرغبة في التغيير نحو الأفضل فالخيار الصحيح هو الخيار جيم أما معرفة الغاية من خلق الإنسان هذه تكلمنا عنها يعني قبل قليل فالآية اللي بدأ عليها إما وما خلص الجن والإنسان إلا ليعبدون أو قوله تعالى وإذن قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة فهذا خيار غير صحيح سؤال جيم من مقومات التفكير الإيجابي أيضا التركيز على المقومات والأدلة الشرعية الدالة عليها إحنا دائما نذكر طلاب الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية الركز عليها لأنه كثير من الأسئلة التي تأتي عليها ليس مطلوبة حفظ ولكن مطلوبة أنك تبين أنها بتدل على أي محور أو على أي فرع من فروع الدرفس من مقومات التفكير الإيجابي الذي يشير إليه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البري والبحر ورزرناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة هل هو الإيمان بالله تعالى الجواب غير صحيح لأن الإيمان بالله فيه آيتان اللي هي يتكلم عنهم في الشريحة السابقة هل هو فهم الذات ومعرفة وقدراتها نعم هذه الآية من الدل على فهم الذات إذ أن الإنسان عند الله عزيزي المخلوق مكرم وهبه الكثير من النعم ومنها نعمة التفكير ومنها نعمة حسن الإختيار وأنه يربنا يوفقه إلى حسن إختيار الدين الصحيح وأيضا رزقه من الطيبات وحمله في البري وفي البحر فإذن هذا هو الجواب الصحيح فهم الذات ومعرفة قدراتها أما حسن الظن بالله هذا غير الصحيح إنما هو هذا الذي المقوم الذي يدل على حسن الظن بالله اللي هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف النبي يعقوب من فقدان ابنه يوسف عليه السلام أما الرغم في التغيير النحو الأفضل هذه اللي بدل عليها اللي هي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وقد مرت معنا قبل قليل إذن انتهت الأسئلة الموضوعية على أفكار الدرس نأتي الآن للأسئلة المقالية ومع السؤال الثاني ما المصطلح الذي يطلق على أسلوب في التفكير يقوم على التفاؤل والأمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية هذا طبعا هو نفسه تعريف اللي هو التفكير الإيجابي فالجواب الصحيح اللي هو التفكير الإيجابي هذا هو تعريف التفكير الإيجابي كما بيناه سابقا السؤال الثالث أذكر ثلاثة مقومات للتفكير الإيجابي مر معنا في الحصة أربع مقومات وطلبات حفظ فاختر منهم أي ثلاثة مقومات منها اليمان بالله ومعرفة الغاية من خلق الإنسان اثنين فهم الذات ومعرفة قدراتها ثلاثة حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل والأمل ختاما نختم حصتنا في هذا اللقاء بأسئلة مقترحة كما عودناكم السؤال أول سؤال موضوعي اختيار متعدد وسؤال الثاني سؤال مقالي يقول السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من مقومات التفكير الإيجابي فهم الذات ومعرفة قدراتها نقول نعم هذا هو الجواب الصحيح أما وضوح الهدف في الحياة فهذا خيار بعيد كل البعد الاطلاع وزيادة المعرفة بعيد كل البعد والمحافظة العالبية الإيجابية بعيدة كل البعد هذه إما تكون من آثار التفكير الإيجابي أو من أهداف التفكير الإيجابي وليست من مقومات التفكير الإيجابي التي تناولناها في هذه الحصة السؤال الثاني سؤال مقالي يقول السؤال أذكر مثالا واحدا على حسن ظن الأنبياء بالله تعالى إما أن نذكر في هذا السؤال موقف النبي محمد صلى الله عليه 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 وسلم حينما قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر وكان يقصد به الدين أو ممكن أنه نذكر له موقف النبي عقوب عليه السلام الذي هو عدم يأس نبي الله عقوب عليه السلام رغم فقده لابنه يوسف عليه السلام طيلة هذه السنوات التي غاب به عنه نكتفي بهذا المقدار ونلتقي عن قريب إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من درس التفكير الإيجابي إلى أن ألقاكم على خير تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر